السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم عزيزان المشاهدين لقاءنا مع بعض النهاردة هتكلم عن رؤية الجراش في المنام ولكن الرؤية دي هتكون للنساء فقط وهنقول بقى ان الفتاة العزباء اللي بتحب شاب في الواقع وهو كمان بيحباه النفسو منهم يتزوجوا وان شافت رؤية في المنام انها في سيارتها داخل الجراش مستنية الشاب ده وبالفعل الشاب ده جيه وركب معها السيارة وتحركوا بيها من الجراش فالرؤية هنا هتكون دلالة لها لانه ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب الشاب ده هتقدم لها وهيرتبطوا ويتم زواجهم في المستقبل والله سبحانه وتعالى قدروا اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونقول بقى ان المرأة المتزوجة اللي لسه ما عندهاش ابناء في الواقع وكانت تتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تحمل وتنجب وتشوف وولدها وشافت بقى رؤية في المنام ان هي داخل الجراش الخاص بيها وشافت سيارتها وسيارت زوجها وشافت كمان ان الجراش فيه سيارة جديدة فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على انه ان شاء الله سبحانه وتعالى اقترب معاد حملها والانجاب والرز ان شاء الله بمولودها طيب وننتقل بقى من المرأة المتزوجة الى المرأة المطلقة طيب ونشوف بقى المرأة المطلقة اللي في الواقع بعد الطلاق كانت عايشة في وحدة ومنعزل عن الناس وان شافت رؤية في المنام ان هي كانت محبوسة داخل الجراش ومش عارفة تخرج وجه شخص فتح ليها باب الجراش وكانت فرحانة وسعيدة وخرجت مع الشخص ده من الجراش داخل الرؤية فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لها لانها في الفترة المقبلة هتتزوج من شخص معين هيغير حياتها ويخرجها للحياة السعيدة مرة تانية والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله